الدكت سموك ديتكتور طبعا دوت بيكون حاجة مشتركة ما بينه وبين مهانسين الميكانيكا لان المهانسين الميكانيكا هم اللي بتعاملوا مع نظام التكيفات نظام التكيفات مهانسين الميكانيكا بيكون بينه وبينه مترابط في هذه المساءة مساءة الدكت سموك ديتكتور لو انت مثلا عندك حريق في غرفه عندك حريق في غرفة عشان تتجنب ان هذا الدخان ينتقل من غرفة الغرفة اخرى بيتم تركيب النوع ده من حسيثات داخل مجاري التكييف زي ما انت شايف قدامك كده بيتم تركيب هذا النوع اسمه duct smoke detector كده هنركب ده على duct الهواء الراجع اللي هو return air ماشي ممكن تزول واحد على مدخل الهواء بعد مكينة التكييف عشان لو في حريق من المكينة نفسها تعرف برضو تلنع وصول الدخان منها للغرف بيتم تركيبه طبعا زي ما احنا شايفين بهذا الشكل اللي امامنا بها دي الطريقة وفكرة عمله زي ما قلنا ان هو يعني بيحس بالدخان قبل ما انتقل لغرفة اخرى ده فكرة عمل هذا الديتكتور الجاز ديتكتور طبعا ده بيتم تركيبه قريب من مواسير وانبيب الغاز عشان لو حصل تسريب مثلا بيديلك اشارة ان فيه برضو التسرر بالغاز طبعا ده بيستخدم في المطابخ وفي غرف المولدات او اي معدات شغالة طبعا بالجاز الطبيعي دوت فكرته ببساطة جدا ان هو بيتركب في هذه الاماكن فانت اما تيجي تركب في المطابخ في غرف المولدات اي اماكن فيها غاز في المصانع برضو يجب انك انت تستخدم الجاز ديتكتور ضروري جدا استخدامه كربون منوكسايد ديتكتور ده برضو من اجهزة كشف اول اكسيد الكربون طبعا الاجهزة دي اجهزة كشف وتخصصها مصممة لاستشعار وجود اول اكسيد الكربون طبعا الغاز دوت معروف انه غاز عديم اللون والرائحة او شديد السمية ممكن واحد يموت لو شم طبعا بيستخدم في المباني السكنية في التجارية لان قد يحدث انه الغاز دوت قد يعني يتسرب او غيره فبيعمل انذار مبكر ان فيه تسريب لاول اكسيد الكربون من مصادر مثلا انظمة التدفئة المعيبة اجهزة الغاز عوادم المركبات فطبعا تعتبر اجهزة الكشف على اول اكسيد الكربون ضرورية لمنع التسمم بهذا الغاز ممكن زي ما قلنا يكون مميت اذا ترك دون اكتشافه طبعا اللي هو بقولك عديم لون ورائحة لن تشايفه ولن تشمه فقد يعني انسان يعدى استنشق حتى انه هو يفقد الوعي ويموت فهو بيقي طبعا من التسمم بهذا الغاز وبرضه بتعزيز السلامة في البيئات الداخلية فالموضوع دوت مهم جدا استخدامه في هذه الاماكن